جميع اللجانة الإلكترونية التابعة للتنظيم الدولي الإخوان تدعم وبقوة أحمد تنطور هناك حسابات محسوبة يعني ناس يعني غير كمان اللجانة الإلكترونية تشاف صياط أصلاً تشاف صياط مدرجة على قائمة الإرهاب المطريق بتدعم أحمد تنطور حتى جئنا إلى اللقاء الذي قام به الكياد الإخواني في الخارج أنه هو أمين حلم الجزار ويتمعه حتى كمان أنه هو شيكين أنه هو مرشح لن أقول أنه يعني ما قالش بالضبط أنه هو أحمد تنطور مرشحنا بس قال أنه هو مرشح كويس يعني فيها معناه برضو أنه هو ده كان رد على الموقف المبدئي اللي اتخذ هو أحمد تنطور جئنا بعد كده أنه هو حوار أحمد تنطور مع أحد المنصات الإخبارية والسؤال صريح برضو تهرب منه هو ده تهرب أحمد تنطاوي أحمد تنطاوي يعني إحنا هنا إحنا أمام مصريين عموما يعني لو إحنا نتكلم في مصر حوالي أنه إحنا محتاجين في سياسة في احتلالك في تحوال وطني حارة في كل الجماعة الوطنية من كافة الطيارات الطيارات الليبرالية واليكتافية والطيارات حتى النصرية والقومية جميع هذه الطيارات كلهم مطفقوا على يعني لا حوار مع كل من تلوثت أيديهم يعني من توردوا في أي عنص أو إرهاب ضد المصريين فهنا كنا نقصد حتى هنا كتنظيم الإخوان الإرهابين الغريب كمان في الدلاث الحوار الوطني أحمد طنطاوي رفض المشارقة في الحوار الوطني وخرج حتى على قرار الحركة المدينة الديمقراطية يعني الشيء برضو يعني المكامل ده كمان أحمد طنطاوي كان رئيسا لحزب القرامة فنوكد أحمد طنطاوي ما أخذ حتى يعني قرار الغالجية اللي كانت موجودة في حزب القرامة إن هما كانوا رأوا وقتها إن أحمد يعني إنت واخد نوكد في رجل كالي ورافض الكلام ده فاستقل حتى من حزب القرامة المشهد قدامي دلوقتي أننا لدينا مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية ليس لديه أي مانع من عودة عودة تنظيم الإخوان للمشهد السياسي والاجتماعي وهذا خطر نحن هنا نتحدث عن سياسة نتحدث عن أمن يعني الأمن الاجتماعي نتحدث عن تنظيم مضرج على قرامات التنظامات الإنهابية حالة التنظامات أو حالة إنه هو الميوعة في الموقف من الإخوان الذي ذكره الأستاذ خالد داود جميع معظم أقدر أنه الغالبية داخل حركة المجنية لديها نفس الموقف لكن يعني أنصار هنا فقط أن خالد داود يعني أظهر هذا الموقف مباشرة لأدول أحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر